فإذن المسيح هو الله معنا جناب القسيس قال إنه إحنا ما بنستاهل إحنا تراب فبجد الواحد بتحير ليه المسيح الإله العظيم ده جاجي على الأرض ويتورد ويكون بيننا إحنا يعني إحنا ما بنستاهل إحنا بنعمل خطية بنزاعله كل يوم زيادة فياجي ويتجسد عشان ده موضوع يعني صار فوق دراكنا شايف طبعا تلفزيون السودان الآن ودى القانون الرئيسية الرسمية بتاعت السودان للأسف بعد الهجمة الشرسة بتاعت العلمانين والشوعين والملاحدة بقى التلفزيون مفتوح للكفرة كيف تقول كفار أي كفار مفتوح للنصارى النصارى ما كفار ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الله قال النصارى كفار ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ودي المش كفار ملعونين كمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالعيهم مساجد لكن الناس ما جاء فينهم كفار بعض الناس ليه؟ لأنه فينا ذاتهم بيحسبوا على الإسلام هم حاسبين نفسهم على الإسلام بيفعلوا أفعال اليهود والنصارى هنا ربنا قال لعنة الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد في ناس بيشهدوا أن لا إله إلا الله لبظا واتخذوا قبور صالحيهم الليلة في البلد مساجد إذا كانوا صالحين ذاته قبب بابنوه أربعة طوابق شاكد ذلك لا يمكن يتبقوا معنا إنه النصارى كفرنهم بفعلوا أفعال زي النصارى وأحيانا بعض الأفعال أسوأ من اليهود والنصارى المهم خلونا في النصارى وفتح لم تلوين السودان وللأسف يوم الجمعة بدل ما ينقل خطبة الجمعة للمسلمين علمهم التوحيد والعقيدة والإيمان والصلاة وبر الوالدين والصدق والصيام والزكاة لا 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 يوم الجمعة الليلة في السودان شغال بيجيب الإنجيل والتوراة المحرفات للأسف وآخر تقليعة جايبين واحد اتنين قالوا واحد قسيس واحد لابس بدلة واحد تاني وكيف وبيت كيف متبرجة كافرة ماسك البرنامج هي على حسابها قالت إنه نحن دارنا عرف إنه كيف الرب نزل ويتجسد في يسوع المسيح ومشى في الأرض بيناتنا الله نزل وبيقى ماشي بيناتنا بنشوفه وبيقى هو المسيح يعني المسيح هو الله ونزل وماشي بين البشر وانا شايفينه طيب كذين إحنا براحة نناقشكم بيعقولكم ده ذاته طيب إنته قدتوا والمسيح عيسى عليه الصلاة والسلام ده الله لابسين الصليب ده ليه قالوا والله ده معلق فيه المسيح عيسى ذاته عليه السلام طيب ما له في الصليب قالوا اليهود كتلوا صلبوده قبل مسامير طيب قبل ما قدتوا المسيح عليه السلام ده ذاته والله كيف يكتلوا الله ويصلبوا في صليب ويتم معلقينه فرحانين الله يكتلوا الله مات الله قتل يا ناس ما تفوه يا أخي وإذا كان الله إله الإله قتل كيف يصلح يكون إله كيف يعني وهو يقتل معناته ضعيف وكيف يدعلك في الصليب من خشب ومسامير تشيل الله كيف الخشب والمسامير ده من الخلوقات تشيل الله كيف والجماعة الكتلو ديل وبعد ذاك صلبود ديل معناته أقوى من هذا الإله المزعوم معناته هم أقوى من الإله يستحق الألوهية قبل إله ده لأنه أقوى منه بعد ذاك برضو لما مات قتل المسك الكومن وفي إله بيقتل يا ناس في إله بيقتل قالوا لا هو قتل قال عشان يغفر لنا زنوبنا يعخذ هذا دمام أقول أصلا يجي يقتلوا ويعرض نفسه للقتل عشان يغفر لنا إحما يغفر لنا قبل ما يغفر لنا بدون ما يقتلوا وإحنا موضوعنا مش إنه يغفر لنا ولا ما يغفر لنا موضوعنا في إنه ناس تمكنوا من قتله ناس تمكنوا من قتل الإله معناته النازل أقوى من شنو؟ من الإله حس إذا رأيت تلفزيون السودان وجايين فرحانين ويرقصوا النهار كله يا أخي ياخذ دين باطل ومنهج عاطل لا يقبله العقل فضلا عن النقل كيف الله يقتل؟ كيف ناس يتمكنوا يبقوا أقوى من الله ويقتلوا؟ بس ده سؤال أنا دائر من أي نصران يجاوا بني؟ وقبل كده مشيت في المعرض بتاعهم تاع الكتاب كانوا بضللوا في المسلمين في رمضان خشيت سألتم السؤال ده يطردوني الجساوسة قالت فضل اطلع برا ما في أحد منهم قدر يجاوب الجواب ده اطلاقا ثم النازل بيقولوا عيسى هو الله وبعد ده بيقولوا عيسى ود الله كيف يكون الأب هو الإبن ويكون الإبن هو الأب معصول الإبن والأب ده لشخص التام شنو؟ مختلفات لأنه الإبن ده ولد من الأب فكيف يكون الإبن هو الأب والأب هو الإبن ده برضو ما بتخش في العقل ما في نتحدى أي نصراني من باب الفاتيكان لأصغر غفير في الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية ولا غيره مش محرف مش محق الله ما فيه آية واحدة بيقول إنه عيسى قال أنا الله ما فيه نتحدى ثم يا تكتابه النزل من الله القرودة ده ولا ده كده نسأل ذاته ده ولا ده ده ولا ده ده في اليمين ده ده إنجيل البروتستانت اللي هو الكنيسة الإنجيلية وده إنجيل الكاثوليك شوه الإنجيل ده قدور كيف شوه الإنجيل ده قدور كيف ده ده كبير جدا ده فيه تلاتة وتمانين سفر وده فيه ستة وستين سفر يعني ده ناقص من ده أو ده زائد من ده ياتو حق الله ده قالوا والله يا أخ ده الحزف وحق الله سبعة أجزاء يعني سبعة أسفار وده قالوا لا لا ده زاد وحق الله سبعة أسفار كده حلوا لنا المشكلة ده ولا حاجة بعد أنت قل لنا يا تهينجيل ذاته لقال لكم الكلام ده ياتو في ده حق الله يا ناس ما فيه ثم في الأنجيل دي هو انت عارف مثلا ده وده الانجيل ده قال لتنين دي لأنا أجل كنيسة واحدة اللي هي بيسموها الكنيسة الانجيلية غير حق الكاسوليك ده خليها السعى ديل مو ده انجيل كنيسة واحدة وطائفة واحدة ده وده بس طبعة بس ده طبعة جديدة وده طبعة أقدم منها شوية ديل مختلفات من بعض سبحان الله انجيلين لطائفة واحدة من كنيسة واحدة وطبعوا من مطابعهم ذات البتطبع لهم الأناجيل ده بيختلف من ده والله الذي لا إلى غيره شوفوا هريك كلام عجيب جدا والمفترض أي نصراني يسمع الكلام ده والله يسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يعني مثلاً هنا في إنجيل لوقا إنجيل لوقا الإصحاع عشرة العدد واحد الإصحاح كم؟ أحفظوا الكلام ده أكتبه إنجيل لوقا الإصحاع عشرة العدد يعني الآية بيسموه واحد قال وبعد ذلك اختار الرب يسوع اثنين وسبعين آخرين اختار كم؟ اثنين وسبعين هنا؟ هنا كم اثنين وسبعين؟ هو ده هنا اثنين وسبعين أنا عمل له خط قال اختار الرب شنو؟ اثنين وسبعين طيب ده اثنين وسبعين واضح لكم كلكم يا جماعة واضح؟ طيب هنا هنا أخذت له خط هنا؟ طيب قال اختار الرب كم؟ يسوع المسيح اثنين وسبعين بس يركزوه على الرغم ده اختار اثنين وسبعين رجل طيب هنا في نفس الكنيسة البرتستانت الكنيسة الانجلية في انجيل لوقا الإصحاع عشرة العدد شنو؟ واحد نفس الموضع نفس الآية نفس الإصحاح قال وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أيضا او دي هنا هنا ده أنا خاتذ يدي باشير لي جنبها للمشاهد الكريم قال عين الرب كم هنا؟ سبعين آخرين أيضا لحظت الكلام؟ وين قال شنو؟ هنا قال اثنين وسبعين نفس الآية نفس الاصحاح نفس العدد نفس الصفحة يعني من وده والانجلين ده الانجلين الكنيسة واحدة واحدة يعني لو ديك الكاثوري يقول مش هكلي مع بعض دي نفس الكنيسة البرتستانت بروتستانت يبقى ده محرف يا ناس ده ما كلام الله يا أخي خليت سبع أسفار الزيادة هنا سبع أجزاء كاملة زايدة والذين نقصوا الله أعلم كل باطل في باطل ولو قعدت كلمك في الانجل دي والله فيها باطل وفيها كلام يستعي الرجل السفيه من انه يقرأ قدام الناس ولو دارين تجربة ما يقوله نبستنا وهنت دياناتنا يقول له هنت دياناتك شنو كلام ده موجود نتحدى إيقسيس لو ما مصدي كلامنا ده يجي بالتلفزيون قدام الناس يقرأ لنا سفر حسقيالة لصاح 23 بس يقرأ أو يقرأ لنا شي ده الأنشات قدام الناس ويقول ده الله قال الكلام ده كلام قذر ما ممكن ربنا يقوم وقال الكلام ده شكي ربنا قال عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا أحمد وعلى صلى الله عليه وسلم